مع بدء المشاورات الرئاسية للكتل الفائزة في انتخابات الكنيسة الحادي والعشرين والتي تنتهي مساء الثلاثاء لتسمية رئيس للحكومة المقبلة حيث يبدو واضحا أنه سيكون بنيمين نتنياهو تطرح مجموعة من التحديات التي ستواجه هذه الحكومة ولسيما التحدي السياسي الذي يحتل الموضوع الفلسطيني فيه سلام الأولويات هناك الكثير من التحديات التي تنتظر نتنياهو في حكومته المقبلة كالتجنيد والموازنة وغيرها لكن التحدي الأساسي الذي يواجهه تكمن معرفته بالعودة إلى حملته الانتخابية حيث كان لديه مساهم عظيم أعطاه كل ما يريده هطبة الجولان والاتفاق النووي والقدس وغيرها إنه المساهم الأمريكي وإذا قدرنا ذلك بالمال فإنه يساوي الكثير الآن هذا المساهم يريد الثمن وهو صغير مقارنة بما قدمه أي الظهور بمظهر من جلب السلام إلى المنطقة وفي ظل التقديرات السائدة في إسرائيل عن أن خطة السلام الأمريكية المعروفة باسم صفقة القرن ستراعي المصالح الإسرائيلية إلى أقصى حدود توقع مراقبون أن يضع نتنياهو خطة على الطاولة تضمن وجود إسرائيل في الضفة الغربية إلى الأبد وترسخ خطوط الاستيطان اليهودي حول القدس الواسعة على طول وعرض الضفة الغربية بأكملها مع وجود الجيش الإسرائيلي في كل نقطة مهمة مقابل أن يقدم للفلسطينيين كونفدرالية مع الأردن لا دولة فلسطينية مما ينتظر الحكومة المقبلة صفقة القرن التي أعدها الرئيس ترامب وقد أفادت صحيفة الواشنطن بوست بأن الخطة لن تشمل إقامة دولة فلسطينية وهي قد تعرض خلال الربيع أو مطلع الصيف مراقبون أشاروا إلى أنه في ظل التطورات التي تشهدها المنطقة فإن نتنياهو يرى أن هناك فرصا نادرة لتحقيق إنجازات ووفقا لهم هناك التوقيت الحاسم حيث يتوقع أن يرفض الفلسطينيون الخطة الأمريكية بالمطلق والظروف التي تمر بها أوروبا والعناق الإسرائيلي الأمريكي كلها عوامل تجعل نتنياهو برأيهم يعمل على إنهاء دورته هذه فيما تكون القضية الفلسطينية أصبحت وراءه بالفعل